بسم الله الرحمن الرحيم ورحبوا بصاحبي المعالي سامح توني وبالزملاء وزراء خارجية الإمارات قطر السعودية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في هذا الوقت العصيب الذي تفرض قيامنا الإنسانية علاقاتنا القديمة المستمرة حرصنا على أن نحمي كل شعوب منطقتنا من ويلاتي العنف والحرب أن نعمل معا وبشكل غير منقطع لإنهاء هذه الكارثة التي تفجرت في السابع من شهر تشرين أول الماضي وتدهورت إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة الآن حديثنا اليوم كان صريحا كان مباشرا كان شاملا وكان معمق وبشفافية عكس مواقف عربية وأمريكية متباينة كما يتعلق بما يجب فعله فوريا لإنهاء هذه الكارثة لكنه أكد أيضا الحرص المشترك على استمرار انخراطنا بشكل مكثف لوقف ما لا يمكن إلا أن نصفه بكارثة ستسكن كواه بيسها المنطقة لأجيال وعلى أننا كلنا نريد السلامة العادلة والشاملة على أساس حل الدولتين سبيلا لضمان أمن المنطقة ضمان أمن الفلسطينيين أمن الإسرائيليين وأمن كل شعوب منطقتهم كان هناك أيضا نقاط التقاء وهذه نقاط التقاء أقصد بين الموقف الأمريكي والموقف الذي عبر عنه زراء خارجي العرب الذين كانوا في الاجتماع شملت هذه النقاط ضرورة إيصال الدعم الإنساني الكافي والفوري والمستدام إلى غزة استئناف تقديم الخدمات الإنسانية حماية المدنيين ضرورة التزام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني إطلاق المدنيين ورفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم وكما قلنا سابقا هذا بالنسبة لأشقائنا في جمهورية الفلسطيني العربية ولنا في الأردن ولكل الدول العربية جريمة حرب أخرى سنتصدى لها بكل طاقاتنا في الدول العربية نطالب لوقف فوري لإطلاق النار وأنهاء هذه الحرب وما تنتجه من قتل الأبرياء وما تسببه من دمار ونرفض توصيفها بفاعا عن النفس هي حرب مستعرة تقتل المدنيين تدمر بيوتهم مستشفياتهم مدارسهم مساجدهم كنائسهم ولا يمكن تبريرها ولن تجلب لإسرائيل أمنا ولن تحقق في المنطقة سلاما القتل يجب أن يتوقف جرائم الحرب يجب أن تتوقف تحصين إسرائيل من القانون الدولي أيضا يجب أن ينتهي وإذا سمحت لي الآن سأنتقل إلى اللغة الإنجليزية I'll shift to English now Tony We cannot allow this war to undermine all that has been done to bring about just peace لا يمكننا أن نسمح لهذه الحرب بأن تنع السلام من المنطقة وإن مع مقتل كل طفل فلسطيني وأيضا طفل قد قتل فإن كل المنطقة تغرق في بحر من الكراهية والذي سوف يستمر لأجيال وهذا ما بدأ بالظهور في تعبيرات وأعمال في المنطقة وأيضا لأكون صادقا في الأعمال التي نجبها من معادات الإسلامية ومعادات السامية وهذا أمر كلنا نقف ضده بشكل كامل وشامل وواضح ووفقا للقيامنا الإنسانية هذا ليس هذه ليست حربا دينية ليست حربا بين المسلمين واليهود وإن هذه لها سياقها وإن قيامنا كلنا المسلمون ويهود وقيامنا الإنسانية جميعنا تلزمنا بالسلام وأيضا علينا أن لا نسبح لمثل هذه الأعمال الخطيرة التي نراها إن هذا لا يحق أو لا يسمح لنا بأن ندمر حياة البشر أو حتى لا أحد بعكامل عقله يسمح بما شعر به اليهود في السابع من أكتوبر وأيضا ما شعر به سواء كنا عربا أو مسلمين أو يهود هذا لا يمكن أن نصغر من قيمة الأعمال ولكن لا يمكن أن نسمح للغضب بأن يحدد طريقنا للأمام وأيضا أننا ندين مقتلى الفلسطينية المدنية والإسرائيل المدنية في السابع من أكتوبر وقبل أو بعد وبغض النظر عن جنسيتهم وإننا قلقون للغاية من الوضع في الضفة الغربية ومرة أخرى فإن خرق القانون الدولي هناك لا يمكن أن يستمر وأيضا قتل الأبرياء في الضفة الغربية وأيضا الجنود الإسرائيليين الذين قاموا بأعمال مهينة ضد الفلسطينيين ينبغي أيضا أن يتحمل مسؤوليتهم وأن الفلسطينيين والإسرائيلين يستحقون بأن يعيشوا بسلام وباستغرار وبأمن وبحرية من الاحتلال وبحرية من الخوف وأن السلام فقط هو سبيله الوحيد لتحقيق الدولة الفلسطينيين بعصمة القدس الشرقية على حدود السبعة والسطين وعيشا جنبا إلى جنب جنب إسرائيل بأمن واستقرار وأن الوقت قد حان لإيقاف الحرب وإنقاذ الحياة وإيقاف من التدمير وإيقاف وإن كل الحياة ذات قيمة مشتركة واحدة وسيدي الوزير فإن لدى الولايات المتحدة دورا كبير لتلعبه في هذه المسألة وبناء على ذلك للمسؤولية الكبيرة لإنهاء مثل هذه الكارثة وتحقيق السلام العادل الذي هو حق لكل فلسطيني ولكل إسرائيلي ولكل أم وطفل ولزوجل وأن نتأكد من أن بأننا لا يوجد أحد أو لن يعيش أحد هذه الدائرة العنيفة من العنف التي تجلبها مثل هذه الحرب وأننا سوف نستمر بالعمل معكم ومع كل شركائنا لنتأكد وفقا لمسؤوليتنا لنتأكد من أن تسود قيمنا الإنسانية والقانون الدولي وأيضا أن يسود السلام شكرا جزيلا والآن أعطي الحديث مساء الخير جميعا أنا ممتن لجلالة الملك عبد الله وزير الخارجية الصفدي وفريق عمليه بالكامل على ضيافتهم وعلى هذه الفرصة للقاء وزير الخارجية شكري وشركاء من جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك رئيس الوزراء آلي الثاني والشيخ عبد الله نحن نقدر كل دولة وممتنون على وجه الخصوص للأردن ومصر وهما شريكان لطالما عملاء من أجل حل الدولتين وكرسا جهودهما لجعل منطقة الشرق الأوسط أكثر استقرارا وأمانا لقد اجتمعنا هنا اليوم لأننا نتشارك في نفس المصالح والأهداف الأساسية وهي انهاء هذا الصراع بطريقة تؤكد وتضمن السلام والأمن الدائمين في المنطقة قد تكون لدينا أفكار مختلفة ومماقف مختلفة حول بعض الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك لكننا اليوم قعدنا التأكيد على التزامنا الفردي في الاستمرار في العمل من أجل هذه الغاية خلال هذا الصراع لعبت دول في الشرق الأوسط وما وراء ذلك دورا رئيسيا في ضمان عدم تصعيد أو توسع هذا الصراع واليوم اتفقنا جميعا لأهمية استخدام نفوذنا وقدراتنا المشتركة لمنع أي دولة أو غير دولة من فتح جبهة أخرى في هذا الصراع أو اتخاذ أي إجراءات أخرى لزعزعة الاستقرار لجميعنا مصلحة مباشرة في هذا الأمر لقد كانت جهودنا المشتركة أيضا ضرورية في زيادة تضفق المساعدات لإنسانية إلى غزة وأنا ممتنة على وجه الخصوص لمصر على جهودها الكبيرة في تيسير آلية مع إسرائيل والأمم المتحدة للقيام بذلك وكل يوم يدخل أكثر من مئة شاحنة إلى رفح بعد أن كانت معدومة قبل ذلك ولكن هذا لا يكفي للتغطية لإحتياجات اليوم تحدثنا عن إيجاد طرق لتسريع وطير التوصيل هذه المساعدات هذا الصباح سنحت لي الفرصة للالتقاء مع المفوض العام لازاريني وتحدثت مع موظفي الأونروا في غزة واللسماع منهم حول العمل الاستثنائي الذي يقومون به في غزة لإنقاذ الأرواح في وجه ظروف في غاية الصعوبة وكيف يمكننا تسريع جهودنا لتوصيل المساعدات للشعب الفلسطيني اليوم نعمل أيضا على الاستمرار في تحقيق التقدم الذي حققنا في إخراج رعاينا وغيرهم من الرعاية الأجانب والفلسطينيين المصابين بإصابات بليغة من غزة ولكن فيما نقوب بذلك نرحب بخروج أيضا الرهائن الذين تحتاج زهم حماس وقد تحدثته مع وزير الخارجية اليسانليا اليوم تحدثنا أيضا عن الحاجة الواضحة لحماية المدنيين الفلسطينيين الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس وهي منظمة إرهابية هاجمتها بوحشية ولا تأبه بالشعب الفلسطيني أو مستقبله هذا هو نفس الحق الذي تتمتع به كل دولة من دولنا ولكن فيما تشن إسرائيل هذه الحملة كيف تقوم بذلك هو أمر مهم على إسرائيل أن تتخذ كل الحذر لتخفيض عدد الضحايا في أوساط المدنيين وقد نقلت إلى الإسرائيليين في الأمس خطوات إضافية لاتخاذها في هذا الشأن سوف تساعد حماية المدنيين على منح من استغلال هذا الوضع بصورة أكبر وهذا هو ببساطة حق مشروع للقيام به عندما أرى طفل أو طفلة فلسطينية تخرج من تحت أنقاض مبنى هذا يؤلمني جداً ويؤذي الجميع أرى أطفالي وأرى وجوههم وكبشر وكيف لأي مننا ألا يشعر نفس الطريقة هذا الصباح سمعت من موظفي الأونروا في غزة وكثير منهم قد نزح أيضاً حول الثمن البشر الذي يدفعه الفلسطينيون وسمعت منهم عن خسارتهم لسبعة وسبعين من زملائهم وهم يحاولون ببساطة وتقديم المساعدات الأساسية وصدمة البقاء تحت القصف المستمر والخطر المستمر وعدم القدرة على حتى تأمين حياة أطفالهم ولكن ما علينا أن نقوم به جميعاً وكل واحد منا هو الحلولة دون نزع صفلة الإنسانية عن الناس نحن لا نقوم بذلك وإلا سنكون إن لم نقوم بذلك سنكون بعمل حماس عوضاً عنها والولايات المتحدة تؤمن أن جميع هذه الجهود يمكن تسيرها من خلال واقفات مؤقتة لأهدافنا إنسانية لحماية المدنيين وإخراج الرعاية الأجانب وفيما نسمح لإسرائيل بالقيام بعملها بدحر حماس في الأمس تحدثت مع القادة الإسرائيليين حول كيف ومتى وأين يمكن إتخاذ مثل هذه الإجراءات وماذا يتوجب القيم عليه من أجل تحقيق ذلك واليوم كثير من الشركاء في المنطقة ناقشوا نفس الموضوع جميعنا قلق بشأن توسع وتصعيد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية هذه هي مشكلة حقيقية وقد ساءت وقد أطلعت وزراء الخارجية على نقاشنا في هذا الموضوع وقلنا أن هذا العنف من جانب المتطرفين يجب أن يتوقف ولكن فيما نعمل سوية على معالجة كل هذه التحديات المباشرة علينا أن نعمل في نفس الوقت على تحقيق السلام الدائم وليتحقق ذلك علينا أن نخلق الظروف اللازمة لكي لا نجد أنفسنا في نفس المكان بعد أسبوع أو أشهر فقط من الآن عقدنا مناقشات المطولة اليوم حول مصلحتنا المشتركة في وضع أساس لأمن وسلام دائمين ولا تزال الولايات المتحدة تؤمن أن المسار الوحيد القابل للحياة هو حل الدولتين بحيث يتمتع كل من الإسرائيليين والفلسطينيين حقهم المشروع في العيش في دولة خاصة بهم وبقسط متساوى من الأمن والحرية والفرص والكرمة كما نقشنا بعض الخطوات العملية الحقيقية التي قد توصلنا إلى تحقيق هذه الغاية لدى الولايات المتحدة وشركائها أفكار مختلفة حول أفضل طريقة لتحقيق هذه الخطوات ولكننا جميعا ندرك أنه لا يمكننا العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل ذلك وجميعنا يفهم أنه لدينا مصلحة واحدة بل مسؤولية أيضا في القيام بكل ما في وسعنا لرسمي مسار أفضل إلى الأمام ليس لدى أي أحد مننا وهم أن هذا الأمر سيكون سهلا ولاسيما شركاؤنا في مصر والأردن والذين عملوا بكد لعقود لتعسير سلام حقيقي ولكن الوقت هو الآن بالذات وعندما تكون هناك الكثير من الأمور على المحاك وتبدو الأمور في أحلاق أوقاتها علينا الآن أن نكثف جهودنا في هذه اللحظة شكرا جزيلا معالي الوزير سامح صديقي توني سيد الحضور توجه بالشكر لأخي معالي الوزير أيمن الصفدي سيد رئيس الوزراء ووزير الأمور الخارجية والمغربين سيد الوزراء العقل معنا اليوم والذي استهدف بحث تطورات الأزمة في غزة وأتاحها للدول العربية المشاركة الإعراب عن رؤية وموخف موحدة لداء هذه الأزمة قد حرست خلال اللقاء على توضيح رؤية مصر المتوافقة مع رؤية أشطائها العرب في التعامل مع الأزمة وأكدت على ضرورة مراعاة عناصر عنصر الوقت في التعامل مع مستجددتها المتسارعة وإن أحداث القتل المؤسفة التي تشهدها غزة لا يمكن تبريرها وإننا لن نقبل الدخول في جدل لا طائل منه أو قبول محاولة أبرير هذه الممارسات المدانة باعتبارها إعمالا للحق الشرعي بالدفاع عن النفس سياسة العقاب الجماعي واستهداف إسرائيل للمدنيين والأبرياء والمنشآت المدنية والطبية وفرق الإنقاذ إضافة لمحاولات التهجير القصري للفلسطينيين من أرضهم لا يمكن أن تكون دفاعا شرعيا عن النفس بأي حال إن مصر تبزل كل ما في وسعها لضمان استقلال المفاعدات وإدخالها إلى خطاع غزة وتقديم العون في علاج الجرحة المدنيين وستستمر في جهودها ذات الصلة رقم العرقيلة الكبيرة والمتعمدة التي تواجهها وفي هذا السياق قددته على حتمية تحقيق توافق ثوري وشامل وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة دون قيد أو شر وأن تقلع إسرائيل عن مختلفتها المتكررة لقواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب ومضاعفة العمل لتأمين نفاذ المساعدات الإنسانية في صورة مستدامة وبالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق وبما يفتح المجال للحديث لاحقاً عن كيفية الخروج من هذه الأزمة وقبل أن تتسع دائرة العنف وامتداد الصراع ليطال أمن وإستقرار سائر شعوب المنطقة ويدخلها في نفق مزلو كما أكدت خلال اجتماعنا على ضرورة الكفة عن التعامل مع الخضايا والأزمات التي تهدد السلم والأمن الدوليين في معايير مزدوجة وفي حين مسارع البعض لإدانة استهداف المدنيين ووصف الاعتداءات عليهم بالانتحكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والتمسك بمطالب وقف إطلاق النار في أزمات أخرى أننا نشهد معارضة لزام بذات المبادئ نفس الأطراف حينما يرتبط الأمر بالقضية الفلسطينية وكأن دم الإنسان العربي أقل قيمة من دم أخي الإنسان في أماكن أخرى علما بأن أعداد من أزهقت أرواحهم من المدنيين في غزة على مدار الأسبوع القليل الماضية وضمنهم العاملين في مجال الإنغاثة والصحفيين لا يمكن تبررها لأي زريعة أو الدعاء وفي هذا الصدد ننا ما زلنا نطلب وقف فوري لإطلاق النار وبتوقف إسرائيل عن تطيل دخول المساعدات الإنسانية وضمان النفاذ الآمن والسريع لها كما نطلب التحقيق الدولي في ممارسات والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي التي نشهدها هذه الحرب وأخيراً فإنما نشهد من تصعيد غير مصبوخ ومأساة إنسانية ومن معاناة المدنيين كما هو نتيجة التعقاعس عن معالجة جزور المشكلة تأخر استعادة الحقوق الفلسطينية غير قابلة للتصارب وإذا أنني أكرر اليوم بالرفض القاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وإذا أنني أطالب مجدداً بالعمل على بأسرع وقت ممكن على إحياء عملية السلام وفق لحل الدولتين بسبيل إنهاء احتلال إسرائيلي وتكسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام ألف ثمية سبعة وستين وعاصمتها القدس الشرقي وشكراً شكراً سامح وكما أكبر شكراً توني شكراً سامح أكبر تميعاً نريد أن نبقى هنا ولكن هناك الكثير من العمل المتبقي أمامنا لذا سنأخذ عدداً محدوداً من الأسئلة وأقدر من زملائنا إذا ما قاموا بقصر أسئلة تهم على سؤال واحد شكراً 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 نبدأ لأستاذ خالد العيسى بوكالة أنباء الشرق الأوسط سؤال سؤالي لمعالي الوزير خارجية المصرية سامح شكري يمكن فندم الاجتماع اليوم كان في توقيت هام وأيضاً حضور الاجتماع شخصيات هامة تتمثل في وزراء خارجية الدول العربية الهامة لها تتأثير والتأثر بالقضية الفلسطينية هل ما عليك فندم اشتشعرت اليوم أن الإدارة الأمريكية لديها يعني إرادة سياسية أو قدرة على وقف الاعتداءات المستمرة والمتكررة تدى المدنيين في قطاع غزة وهل أيضاً عرض من الجانب الأمريكي خلال اجتماعه مع وزراء الخارجية العرب أي خارطة طريق أو خطة لاستئناف عملية السلام أو الدفع لعملية السلام أو إنهاء الأزمة الرهنة شكراً فندم نتصور أنه غير ملائم أن أتحدث عن مفق الأمريكي في القدور معالي وزير المترجية لكن أستطيع أن أقول بأن حديث كان حديث معمق وحديث شامل وحديث فيما بين دول اشترك في الرغبة في العمل بشكل تعال تحتوى هذه الأزمة ووضع الأصص والحلول التي تعفي المنطقة من الصراعات التي تؤكد أهمية التعامل مع كل القضايا بمعيير واحدة وأيضاً الوصول إلى حماية المدنيين ونفاذ المساعدات وأيضاً تعتبر هذا هو ما يزيل الصراع والعداء القائم والمخاطر المتولدة عن ذلك ويتطلع العمل بشكل وصيخ مع الولايات التحدة لدينا علاقة استراتيجية تقدر الوصول الوصول ونحن شير لدي الولايات التحدة ونحن كان هناك موادع كثيرة وفقنا عليها ونحن نعمل خلال الفترة الصدمة ونحن ونعمل في المتحدة لتعامل هذه أفكار وموضع التنفيذ إلى الهيالي على المدني للتعامل للتعامل والتعامل والتعامل يجب 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 ويجب ويجب التعامل الأزمة الحالية وليس وعلي الهيالي للتعامل سؤال أريد إجابة منكم جميعا بالنسبة للوزراء المصري والأردني بالتحديد هل تحدثتم حول مستقبل غزة بدون حماس وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبوه في هذا الدور وبالنسبة لوزير الخارجية بلينكين هل استجبتم لدعوات وقف إطلاق النار من حلفائكم هنا وهل تجدون قبولا بالنسبة للحديث حول غزة بعد حماس شكرا شكرا جزيلا من وجهة نظرنا التوصل إلى وقف لإطلاق النار الآن يترك حماس في مكانها ستتمكن من إعادة تجميع قوها وإعادة ما قمت به في 7 من أكتوبر قبل عدة أيام قادة حماس قالوا أنهم سيكررون مقام به في 7 من أكتوبر مرة تلو الأخرى ولا يوجد أي أحد مننا سيقبل بذلك ولا يجد أي من ذلك مقبولا لذا من المهم أن نعيد التأكيد على حق إسرائيل وحتى واجبها في الدفاع عن نفسها وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لكي تضمن عدم تكرار ما حدث في 7 من أكتوبر ولكنه من الضروري أيضا أن نفكر في كيفية قيام إسرائيل في ذلك وقد تحدثنا إلى الحكومة الإسرائيلية عن ذلك وعن اتخاذ كل إجراء ممكن لحماية الأرواح البشرية ومنع بقوع ضحايا في أوساط المدنيين وتأكد من حصول من يحتاج للمساعدات على تلك المساعدات ولهذا هذه الغاية تشترن القلق بشأن حياة أرواح المدنيين في غزة وضرورة حماية الأطفال وحصولهم على ما يحتاجونه وقد عملنا بجهدا لتأكيد وصول المساعدات إليهم وهذا هو السبب الذي ستكون من أجله الوصول إلى توقف مؤقت لأهداف إنسانية ضروري لتأكد من حرية حركة المدنيين ووصولهم إلى الأماكن الآمنة ومرة أخرى يمكن أن أتأكد ليس فقط تضفق المساعدات ولكن أيضا من بناء الهيكل اللازمة التي ستساعد على استفادتها من ذلك نحن نركز على هذه الجهود وسوف نستمر فيما نقوم به من عمل المشترك مع شركائنا لتقديم المساعدات اللازمة شكرا توني فيما يتعلق بوقف إطلاق النار موقفنا هو أن التابعات الإنسانية لهذا الصراع والتعامل مع مكونات المختلفة لهذا الصراع يجب أن يتم معالجاتها بصورة ملائمة وعلى المجتمع الدولي مسؤولية دائماً أن التواصل إلى وقف لإطلاق النار والحلولة دون استمرار العنف ونشاطات العسكرية لها أثار سلبية على المدنيين ولسيما في المناطق المحصورة التي تتمتع بمزايا خاصة مثل غزة في غزة ومستقبل غزة من المبكر في هذا الوقت أن نتحدث عن ذلك علينا أن نركز على الموضوع وهو المهم وهو وقف العدائيات وتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب في غزة وتعالج مع قضية التهجير وتوفير الأمان للمدنيين ومعالجة أيضاً الصراع أأمن أنه في هذه المرحلة هذه المثائل التي يجب علينا التركيز عليها شكرا 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 نحن نركز الآن على إيقاف هذا الحرب والدمار الذي تسببه والقتل تسببه ما سيحدث بعد ذلك كيف هي يمكن أن نتوقع ما الذي سيحدث إذا كنا لا نعرف أي غزة ستبقى بعد هذه الحرب هل نتحدث عن أرض ضياع فقر هل نتحدث عن سكان أصبح لاجئين نحن لا نعرف ببساطة ليس لدينا كافة المتغيرات نعرف ذلك أعتقد أن علينا أن نركز الآن على إيقاف هذا الحرب لكي يكون لدينا على الأقل أو أن نبدأ أن نتخيل الحقيقة الموسفة الموجودة هناك وبعد ذلك دعوني أكون واضحا غزة وحدها عانت كثيرا من هذا النزاع من قبل وطريقة وطريقة الوحيدة للمضي قدما لتحقيق كل ما نريد وهو سلام عادل وشائم لمصلحة الجميع هو أن ننظر إلى الصراع بشكل عام وأن نعيد حل الدولتين ونحققه بأقرب وقت ممكن وأن نقنع الفلسطينيين أن لديهم مستقبل ومرة أخرى أن نوجد الظروف المختلفة عن الظروف البائسة من الغضب واليأس والكراهية والاحتلال التي ودورة العنف أعتقد أن أولوياتنا يجب أن تكون واضحة علينا أن نوقف الحرب الآن علينا أن ندخل أغذية وماء ووقود إلى غزة لأنه في كل لحظة تأخير هناك طفل أو امرأة أو شيخ يموت بسبب عدم وصوله إلى هذه الخدمات الأساسية وبعد ذلك مرة أخرى علينا أن ننظر إلى الصورة الشاملة وأن نتأكد أن لا نعيد نفس الظروف التي تسببت فيها هذا العنف أعتقد أننا جميعا ملتزمين للعمل من ذلك وكذلك الولايات المتحدة لديها دور قيادي نحن بحاجة إلى هذا الدور وعلى الجميع أن يقوم بواجبه مرة أخرى لكي نعيد الأمن والسلام إلى الفلسطينيين والإسرائيليين شكرا إياد ترجم المملكة إياد معالي الوزير بلينكين لماذا لا تضغط واشنطن على تل أبيب لوقف الحرب وإدخال الوقود بعد توقف 17 مستشفى واستشهاد أكثر من 9000 فلسطيني شكرا نحن نركز وشدة على تقديم المساعدات الإنسانية في آخر رحلة لإلى المنطقة قضيت كثير من الوقت مع الحكومة الإسرائيلية وفي مشاورات مع الحكومة المصرية والأمم المتحدة فيما يتعلق بوضع قناة لتوصيل المساعدات اللازمة إلى غزة كما ذكرت قبل قليل قبل أسبوع لم تكن هنا لك أي مساعدات تصل إلى هناك والآن لدينا 105 شاحنات تدخل إلى غزة يوميا وتوصل المساعدات الإنسانية اللازمة للشامبو ولكن كما قلت وجميعنا يتفق هذا ليس كافيا وما نعمل عليه الآن هو توسيع هذا الوصول للمساعدات الإنسانية وتأكد من دخول المزيد منها لمن يحتاجها وأن نضع البنية التحتية اللازمة لإستيعاب هذه المساعدات واستخدامها وتوزيعها هذا هو بالضبط ما نقوم به عندما كنت في إسرائيل أمس ركزنا كثيرا في حديثنا على هذا الأمر مع الحكومة الإسرائيلية وكما ذكرت هذا هو أحد الأسباب التي تدعونا إلى وضع وقفة مؤقتة للأعمال العسكرية لتوصيل المساعدات وأيضا توسيع المساعدات التي نقدمها إذن نحن نتطلع إلى ذلك واتفقنا مع حكومة الإسرائيلية أمس على نظر في كيفية تحقيق ذلك كانت هناك الكثير من الأسئلة التي يتوجب الإجابة عليها ولكن مرة أخرى نركز بشدة على تقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الناس هناك تامر اسمادي قناة الجزيرة السؤال للوزير بلينكين بعد مرور ما يقرب من شهر على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ما هي النتائج التي حققتها إسرائيل سوى قتلها لأكثر من أو ما يقرب من عشرة آلاف مدني غالبيتهم من النساء والأطفال ما هي النتائج التي حققتها إسرائيل غير ذلك وما هو الرقم الرقم الضحايا على وجه التحديد من المدنيين الذي سيدفع الولايات المتحدة إلى التوقف ماليا إلى الالتفات إلى هذه المجزرة المفتوحة وأطلب بشكل حازم من إسرائيل وقف هذه المجزرة ووقف شلال الدم في القطاع المحاصر سوى المتحدث من المدنيين حدث حدث المدينة حدث بعض مدني المدينة بعض المدينة لarme إلى جسم أو أن ترحب أو أن ترحب أكثر لفترح أمتذر لدينا حجرة أقولها مرة أخرى في كل دولة ممثلة هنا واجتماعت اليوم وكل دولة في العالم أيضاً لا يمكنها أن تقبل بذبح شعبها وأن لا تقوم بأي شيء إذا أذلك إذن أقولها مرة أخرى من حق إسرائيل وواجب الدفاع عن نفسها ومحاولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذا العمل مرة أخرى ولكن من نفس الطريقة من المهم جداً كيف تقوم إسرائيل بهذا العمل ولسيما من المهم أن عليها أن تتخذ كل إجراء ممكن لحماية المدنيين ومنع الحق أي ضرر بهم وتوصيل المساعدات الإنسانية اللازمة لما نحتاجها وهذا كان محل نقاشنا مع الحكومة الإسرائيلية بما في ذلك في الأمس وقد أشارنا إلى الخطوات التي يمكن ويجب عليهم اتخاذها لتخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين وبوقوع الضحايا في أوساط المدنيين هذا هو تحدي استثنائي في نفس الوقت لأن حماس وبصورة وحشية تزرع نفسها في أوساط المدنيين ومحاربيها وقادتها وذخائرها ومراكز التحكم والقيادة موجودة في المدارس وتحت المدارس وتحت المستشفيات وفي داخلها وداخل المساجد وتحت المساجد وذا أمر وحشي ولكن مع ذلك إسرائيل من واجبها أن تلتزم بقوانين الحرب والقانون الإنساني وأن تقوم بكل ما في وسعها لمنع وقوة الضحايا في أوساط المدنيين وهذا ما نقوله للحكومة الإسرائيلية وما قلته مرة أخرى في الأمس وفي نفس الوقت توصيل المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها والتأكد من أن النساء والأطفال في غزة يطعم تعون بالحماية شكراً أود أن أؤكد مرة أخرى أننا سنستمر على العمل معنا وجسر الفجوات بين مواقفنا لأننا نريد في النهاية تحقيق سلام تخيل أنك أب فلسطيني أو أم فلسطينية عليك أن تترك بيتك في وضع سيء وتراجيدي في غزة وتنتقل بأطفالك إلى الجنوب وتأخذ أبنائك للمستشفى وتنظر في عيني طفليك وأنت تعرف أنك لا تستطيع أن تحميه أو لا تجي له ملجأ من القصف كيف يمكن أن نفسر له ولا أن هذا يساعد كيف يمكن أن نفسر للأب الذي رأيناه بالأمس يبحث عن أطفاله الأربع الذين ما زالون مدفونين تحت الرماد ولا يجدهم علينا أن نذكر أنفسنا بإنسانيتنا وعلينا أن نقبل أن قتل المزيد من الناس لن يعيد الأمور وعلينا أن نؤكد أن كل ما نستطيع أن نفعله لإنقاذ حياة الناس هو أمر حتمي علينا جميعا ونريد أن نبحث أيضا ماذا يقول القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني عن ذلك ولكن أقول ما نقوله نحن وكما قال معالي الوزير سامح وكبشر نحن لا نستطيع أن نقبل أن نرى كل هذا القتل وكل هذا سحق الحياة كيف يمكن أن نبرر لأي شخص أن نقتل تسعة آلاف شخص وأربع آلاف طفل وتدمير ألف ثلاث بيت وتدمير المستشفيات كيف يمكن أن نبرر أن هذا دفاعا عن النفس دعونا نعود إلى الأساسيات وأنتوقف قليلا وننظر جميعنا نفهم ونقدر هذا الألم ونشعر به ولكن هذه الحرب ستفاقم من الألم للفلسطينيين والإسرائيليين وبالتالي ستؤدي إلى الهاوية وتزعى للقتل أكثر قبولا علينا أن نوقف كل هذا هذه أولوياتنا يجب أن يتوقف الآن يجب أن ينتهي وعلينا أن نعمل جميعا من أجل مستقبل ينظر فيه الطفل الفلسطيني إلى الطفل الإسرائيلي كصديقا في المستقبل وليس عدوا وهذا ما نريد أن نقوم به وأريد أن نتعاون مع كل الزملاء في هذا المجال من أجل تحقيق هذا الحقيقة لنتجاوز الحرب والعنف وننهي الحالات التي حالات البؤس والشقاء والبيئة التي تمكن التطرف والتي قد تسبب كل هذا وشكرا جزيلا